موقفنا من الطلاب المعتقلين احنا اصدرنا باية رسمية وهقولك البيان تضمن ايه باية ده ممكن ان هو هينزل النهاردة على صفحات الانترنت احنا البيان احنا عندنا الطلاب المعتقلين جزئين جزء صدر بحقه احكام قضاية وجزء اللي هو طلاب المحموسين حتياطين احنا اولا بعتنا للشؤون القانونية في الجامعة او يعني مخاطبهم دلوقتي علشان يبعتوننا فيه كان طالب معتقل في عين شمس احنا 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 ا لهم المذكرات والمواد العلمية عشان يبددوا يذكروا علشان يكتزل الامتحنات وما تبقاش امتحنات سورية بالنسبة لهم بتعدي هم كده كده ايه هيرصبوا لأ احنا بنحاول اننا نساعدهم وندعمهم في الجانب العلمي والدراسي ان هم يبدأوا يحاولوا يعدوا السنة تمام الطلاب اللي صدر فيهم احكام قضائية دول بنحاول دلوقتي ان هم يتعمل لهم لجان خاصة داخل المحبسهم علشان يتم فيها امتحانهم يعني حرام السنة دي عليه هو طالب صدر فيهم امر قضائي تمام حكام القضاء في ورصنا بس ده من حقه يمتحن بأي شكل ان كان يمتحن بقى نعمل له لجنة خاصة نشوف لو هل الامن بيسمح ان هو يمتحن في الحرم وهاكذا بس احنا ما حقهم في ان هم يكتزلوا امتحنتهم وما حقهم في ان هم يمتحنوا عادي زي الطلبة كلهم عشان بس حرام السنين دي عليه تالت حاجة خدناها احنا هخطبنا شرونه قانونية زي ما قلت عشان تبحثتنا ملف طلبة معتقرين كله وهجلنا بيه ان شاء الله ريبورت او تقرير وبنان عليه هنصدر بيان تاني لقول فيه احنا بنقدم الدعم في ايه وبنقدم الدعم في ازاي احنا كاتحاد طلبة جامعة عين شمس لم ولن نتخلى عن اي حد في الدنيا طالما كان طالب في جامعة عين شمس كان معتقل او كان حر او كان بيمارس نشاط او كان مركز على الجانب الدراسي احنا انتخابنا ممثلين لكل طلبة جامعة عين شمس وبنان عليه اتحاد طلبة جامعة عين شمس وضح واصدر بيان زي ما قلت ان احنا بنكذب التصريح اللي كانت قال واحنا بنأكد على اننا دعم وسند لجميع طلبة جامعة عين شمس اشتركوا في القناة